السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ما الذي يستطيع ان يفعله لاعب في خريف عمره الكروي للنادي السعودي من ينظر الى رونالدو ككومة اهداف وجوائز والقاب هو غر ضعيف البصير يحتاج الى فتخ بز رونالدو هو الحضور حيث ما يحل رونالدو العالم يوجه عيونه وعذساته نحوه ببساطة بمجرد الاعلان عن صفقة البارحة قفز عدد متابعين هذه النصر من ثمانمائة الف الى اكثر من خمسة ملايين خمسة ملايين وستمائة الف لم ينضي 24 ساعة صحيفة عكاض السعودية ذكرت انه خلال ساعة واحدة فقط نفدت كمية القمصان المعروضة من قميص رونالدو وموجودة في متجر النادي هي خمسمائة قميص لم يكن لديهم سوى خمسمائة قميص بيعت خلال ساعة بثمانة 459 ريالا سعوديا للقميص الواحد تخيلوا ان يكون عندهم مثلا مئة الف قميص اعتقد انها تحتاج الى اسبوع انتم قدروه في التعليقات لكن من يقلق بان النادي نوقع صفقة خاسرة مع النجم البرتغالي خذ مني لن يخسر هل فكرت بعائدات بيع حقوق بث مباريات النصر؟ هل فكرت بالاعلانات التي ستعرض في المباراة سواء في الدوري المحلي او الدوريات القارية هذا اذا نسينا عائدات بيع التذاكر محبكرة القدم يقولك سأشتري تذكرة لرؤية رونالدو من بعيد بهذا الحجم يركض في الملعب اعلانات الترويج السياحي وغيرها من الاعلانات لانك لم تتعاقد مع لاعب انت تتعاقد مع ظاهرة مع براند انه الدون وجاء الى منطقتنا العربية الا تريد لتويتر ان يشتعل احمد الجلعود يقولك اللاعب خالف كل التوقعات وسجل لحظات تاريخية باختياره النصر السعودي صفقة ستحقق اهدافا استراتيجية متعددة وتعزز ان الرياضة صناعة واقتصاد مزهر كل رياضي سعودي يفخر بهذه اللحظات لرياضتنا ميرا يوسف تقول ميرا كريستيان واختار النصر لأسباب يراها هو وجيها والنصر تريد الاستثمار في هذا اللاعب العالمي لاهداف رسمتها للمستقبل في مقاربات وجيها بالتوفيق للجميع اللاعب والنادي اما بالنسبة لأحمد المنصوري يجب توفير اكبر عدد من التيشرتات فتح اكشاك في دول الخليج اغلب دول العالم ويتم فيها بيع تيشرتات النصر فرضا لو تم بيع خمسمائة الف تيشرت بثلاثمائة ريال للواحد لدخل بيكون الدخل حوالي مئة وخمسين مليون ريال استغلوا الفرصة هذه نصيحة من المغرر يقول حمزة رونالدو وش ذا لاعب عمره ثمانية وثلاثين قبل كان يلعب بأقوى نادي بالعالم ما جاء النصر إلا علشان انتهت الصلاحية بغض النظر انتهت أم لن تنتهي لأن جماهير نادي النصر السعودي احتفلت ورحبت برونالدو على طريقتها الخاصة حتى قبل أن يصل إلى السعودية الدون لم يعلي حتى الآن على انتقاله للنادي سوى ما نشره نادي النصر على لسانه يقول إنني متشوق طبعا هو يقول الرياضي الأعظم عالميا ينضم إلى العالمي لأن لقد نادي النصر هو العالمي ويقول على لسان رونالدو إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديدة في دولة مختلفة الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم سويا بمساعدة الفريق لتحقيق مزيد من النجاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر